بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة من ضمن الحاجات اللي خدناها في الحلقة اللي فاتت ان احنا عندنا مجموعة من القوة بتأثر على قلم الخراطة والم الخراطة اللي موجودة عندي والمعادن اللي بتصنع منه اللي هي كانت صلب كربوني صلب سرعات عالية كربيدات ملبدة السيراميك والماس وقلنا ان من القوة القاطع اللي بتأثر على اي قلم اللي هي قوة القاطع الكلية وقوة القاطع اللي نتجه من السرعة واللي نتجه من عمليات التغذية والنتجه من ان انا بأثر بقلم القاطع بتاعه علشان اجيب عمق القاطع داخل المعادن وقلنا من العوامل المهمة اللي لازم اخدها في اعتباري قلتلكوا لازم تخليوا بالكم من خمس عوامل مهمة اللي هي سرعة القاطع وعمق القاطع ونوع معدن الشغلة ونوع معدن اداة القاطع وحالة المكينة وقلنا ممكن نزود عليهم سائل التبريد طب قلنا نحفظ الخمسة دول ايه؟ قلنا نحفظ الخمسة دول لان احنا قلنا لو قلتلك ايه يا العوامل اللي بتأثر على سرعة القاطع شيل سرعة القاطع وقول باقي العوامل اللي هي عمق القاطع وحالة المكينة ونوع معدن اداة القاطع ونوع معدن الشغلة لما قللك ايه العوامل اللي بتأثر على عمق القاطع شيل عمق القاطع وقول باقي العوامل كانت دي اهم الحاجات اللي احنا خدناها في حلقتنا اللي فاتت حنستكمل عليها النهاردة علشان ناخد ازاي بنعمل عملية تثبيت لألم المخرطة وكمان إزاي بنعمل عملية التثبيت للشغلة على الظرف الدوار اللي بيحرك الشغلة كمان هناخد النهاردة مع بعض مخرطة البرج الأفقية العامة وده أهم درس من الدروس اللي هندرسها مع بعض النهاردة لازم نبقى عارفين إننا تثبيت الألم وتثبيت الشغلة على أي مخرطة تقريبا هيكون واحد إنما طريقة عمل المخرطة والحاجات اللي هاخدها عليها هي دي اللي هتختلف وبالتالي زي ما تعودنا مع بعض إن احنا نبدأ دايما حلقتنا بسؤال مهم السؤال حكون إجابته داخل الحلقة أول سؤال حسبت ألم المخرطة إزاي على أجزاء المخرطة علشان يديني عمليات القاطع المختلفة نمرة اتنين إزاي حسبت الشغلة بتاعتي؟ آه حسبت الشغلة ما حتتثبت على ظرف المخرطة كلنا عارفين كده هي لو شغلة استوانية من السهل إنها تتثبت على أي ظرف إنما لو الشغلة دي كانت واخدة شكل سداسي أو واخدة شكل مربع وأنا كده كده المخرطة بتنتج عندي أشكال استوانية يبقى حسبتها إزاي؟ طب أنا لو حعمل عندي خراطة مركزها منحارف شوية اللي هي الكرانكات إزاي حسبت الشغلة دي عندي؟ يبقى نمرة واحد حسبت ألم الخراطة إزاي عشان يقوم بمهامه؟ نمرة اتنين حسبت الشغلة حتى لو اختلف شكلها إزاي؟ نمرة تلاتة هي إيه مخرطة البرج؟ وحكون إيه ميزتها عن المخرطة العادية؟ نموض الظرف وعمدة التغذية إزاي؟ طيب نروح نجاوب على أول سؤال أول سؤال عندي وهو إزاي حسبت ألم الخراطة؟ ألم الخراطة هو ألم واحد لو أنا حسبته بيبقى أنا ممكن أسبت عن طريق أداة تسبيت اسمها أداة تسبيت ذات المخلب أو أن أنا أسبتها على أداة تسبيت اسمها البرج زو اللقمة والبرج زو اللقمة ده في لقمة موجودة داخله عبارة عن كتلة معدنية مائلة على أساس أنها في كل ألم أو مع تغيير أي ألم تقدر تثبت سن الألم مع محور التشغيل اللي موجود عندي نمرة ثلاثة إن أنا حسبت ألم الخراطة على البرج الرباعي وكلمة الرباعي إتقالت ليه؟ لأن عندي المخلب أو البرج زو اللقمة بسبت عليهم ألم تشغيل واحد أو ألم خراطة واحد إنما البرج الرباعي حقدر أسبت عليه أربع أقلام تشغيل أو أربع أقلام خراطة يلا كده نشوف مع بعض نشوف الأنواع اللي ألم موجودة عندي ربط أقلام المخراطة وربط ألم المخراطة بتوجد وسائل مختلفة لربط أقلام المخراطة منها نمرة واحد المخلب ده شكل أداة الربط ذات المخلب عندي عمود رئيسي العمود الرئيسي ده راكب عليه ياي اليسستة وده المخلب وده كده اللي هو رقم 6 اللي هو قلم الخراطة طبعا معمول عمود هنا اللي هو اللي موجود رقم 5 ده علشان يخلي المخلب ده دايما بيتحرك حركة رأسية ما يحصلوش ميل من أي طرف من الأطراف عند عملية الرابط يبقى نمرة واحد عند المخلب نمرة اتنين نمرة اتنين من طرق الرابط الفكة أو اللقمة هنا ده برضو بيربط ألم خراطة واحد لو تلاحظوا كده شايفين الشكل ده الشكل ده شكل مائل مائل ليه علشان لما حط هنا ألم الخراطة لو سحبت اللقمة دي للأمام أو للخلف فانا برفع سن الألم اللي موجود لأعلى أو لأسفل علشان يكون سن الألم دايما موجود عند محور التشغيل نمرة ثلاثة ماسك الألم ذو الأربعة أوجه اللي هو اسمه المقلمة أو اللي بنقول عليه البرج وده في أربع أوجه ممكن أربط عليها أربع أقلام مختلفة علشان لو عندي مجموعة من العمليات لو أنا حعمل عملية خرط أورة اللي هي الخراطة الوجهية أو خراطة عدلة وبعديها حعمل خرط أورة وبعدين خراطة عدلة وبعدين حعمل مسلوب وبعدين حعمل ألووز فأنا حربط الأربع أقلام في الأربع أوجه وبعدا ما أعمل ربط الأربع أقلام أعمل عمليات متتالية علشان أوفر في وقت التشغيل طيب نيجي بعد كده الشروط الواجب مراعتها عند تثبيت أداة القطع لما حاجي أربط أداة القطع بتاعتي لازم أعمل إيه؟ لازم يكون الحد القطع منطبقا على خط المحور وده اللي احنا ذكرناه نمرة اتنين أن يكون محور أن يكون محور أداة القطع أفقيا يكون سن الألم موازي للمحور الأفقي في المخراطة نمرة تلاتة أن يكون التثبيت محكما على أداة القطع بطلها يعني يكون ممسوك الألم ألم الخراطة من أجزاءه من الأول وفي الوسط وفي النهاية نمرة تلاتة أن لا تطل أداة القطع من البرج بمسافة كبيرة يعني سن الألم ما يكونش خارج عن البرج مسافة كبيرة عشان ما يعملش اهتزاز وما يتسببش فيه أحمال كبيرة حنيجي بعد كده نتكلم عن ربط المشغولات طبعا أنا تكلمت دلوقتي عن ربط الألم وقلت أن الألم وهو مربوط على البرج لازم يكون مربوط من كذا جزء فيه ما يكونش مربوط من جزء الواحد علشان ما يحصلوش حركة وفي نفس الوقت يكون ثابت وما فيوش اهتزاز نمرة اتنين قلنا أن سن الألم لازم يكون مظبوط مع محور التشغيل بتاع الشغلة واللي هو المحور ده اللي حيكون لو أنا رسمت خط أفقي حيكون واصل ما بين الزنبة وما بين الظرف ده خط أفق اللي هو محور التشغيل نمرة تلاتة الألم ما يطلش خارج البرج مسافة كبيرة عشان ما يحصلش إجهادات على الألم ويتكسر زائد أنه حيطلع لي سطح تشغيل اللي هي الشغلة حيكون سطحها غير دقيق ودرجة النعومة بتاعته ودرجة التشطيب مش هتبقى كويسة نمرة تلاتة أنه حيعمل لي اهتزاز في الألم طب أنا لو اعتبرت أني دي شغلة والشغلة دي أنا عايز أعمل لها عملية ربط علشان حتبدأ تدور احنا قلنا الحركة الرئيسية في المخرطة هي حركة الدوران بتاعة الظرف اللي هو عمود الحركة الرئيسي الشغلة دي وهي بتتربط علشان تتربط لو هي شغلة سطوانية أنا ممكن أمسكها بتلات فكوك ولو هي مسلسة ممكن أمسكها بتلات فكوك طيب هي لو كانت مربعة آه يبقى مش هينفع عندي أن أنا أمسك المربع بتلات فكوك لأن التلات فكوك ما بينهم زوايا متساوية طيب أنا دلوقتي لو هي مسدسة يبقى ممكن أمسك بالتلات فكوك مربعة يبقى بالأربعة طيب أنا لو عندي هي سطوانية بس المحيط بطاحها كبير يبقى الأحسن أن أنا أمسك على ربعية طيب هو أنا عندي فيه طرق تثبيت المشغولات نمر واحد الظرف والظرف ده اللي هيبقى عنده تلات فكوك يبقى اسمه الظرف سلاسي يبقى لو الظرف فيه تلات فكوك يبقى اسمه ظرف سلاسي ولو الظرف ده له أربع فكوك يبقى اسمه ظرف رباعي وبعد كده عندي حاجة اسمها الصينية رباعية الفكوك برضه طب أنا دلوقتي لما أنت بتقولي يا مستر محمد هو أنا دلوقتي الظرف رباعي والصينية رباعية اللي بقى فرق ما بين الظرف وما بين الصينية آه ده فيه فرق جبير جدا في الظرف إذا كان سلاسي أو رباعي التلات فكوك أو الأربع فكوك لما بحط المفتاح بتاع الظرف وببدأ أعمل عملية الدوران التلات فكوك أو الأربع فكوك كلهم بيتحركوا مع بعض حركة منتظمة في وقت واحد ليه؟ لأن فيه جزء لو لا بيداخل الظرف من أجزاءهم من الداخل والفكوك دي لها أسنان فأنا بلف مفتاح الظرف بلا إن التلات فكوك أو الأربع فكوك كلهم بيتحركوا مع بعض طب ده أنت بتقول كده لا يا مستر محمد أنا بقول كده لأن اللي حيفرق ما بين كلمة ظرف وما بين كلمة صينية الظرف سلاسي أو رباعي زي ما قلت حيتحركوا مع بعض التلات فكوك أو الأربع إنما في الصينية كل فك من الفكوك لما ركب عليه مفتاح الفك ده بيتحرك لوحده الفك ده بيتحرك إيه؟ لوحده طب أنا حستفيد من كده إيه؟ حستفيد من كده إن أنا لو ربطت التلات فكوك أو الأربع فكوك اللي بيتحركوا مع بعض اللي بيكونوا في الظرف دايماً حيكون الحركة بتاعتي على حوالين محور التشغيل حوالين محور الشغلة اللي هو المحور المنطبق على محور المكينة إنما لو حركت في الصينية فك لوحده وفك لوحده وفك لوحده أنا ممكن أخلي الشغلة بتاعتي ما تبقاش مركزية يعني تبقى الشغلة بتاعتي وفي دورانها ما بتضرش حوالين محور المكينة ده حتبقى بتضر الشغلة كلها حوالين المحور إنما الشغلة ما بتضرش ومركزها هو نفس المحور طب ده أنا حستفاد منه إيه؟ حستفاد إن أنا أعمل خراطة بنسميها الخراطة اللامركزية اللي إحنا بنعمل بيها الكرانكات طيب فيه إيه تاني أقدر أثبت به؟ قلنا الظرف سلاسي ورباعي قلنا الصينية نمرأ أربعة أقدر أثبت عن طريق زمبتين بس الزمبتين حيسندوا الشغلة مش حيدوروها يبقى أنا حجيب مفتاح اسم ومفتاح دورة تعالوا كده مع بعض نشوف طرق تثبيت المشغولات تثبيت وربط المشغولات على المخرطة أول حاجة الظرف السلاسي والظرف الرباعي الظرف السلاسي هنا دول التلات لقم والظرف الرباعي فيه هنا أربع لقم وقلنا أن في الظرف طالما قلت كلمة ظرف سلاسي أو رباعي أنا لما بحط مفتاح الظرف التلات لقم دول أو الأربع لقم دول بيتحركوا مع بعض في وقت واحد طيب نمرأ اتنين عندي تثبيت الشغلة في صينية المخرطة صينية المخرطة هنا أربع لقم بس إحنا قلنا بص كده فوق اللقمة هنا في مكان فراغ اللي أنا بحط عليه مفتاح الظرف والمفتاح ده لما باجي أحطه هنا في المكان ده اللقمة دي بتتحرك لوحدها يبقى كل لقمة من الأربع لقم هتتحرك لإيه لوحدها نمرأ جيم ربط الشغلة ما بين زومبتين وفيها إن أنا ححط دي جي مشغولة عندي دي زومبة رجبة على الغراب المتحرك ودي زومبة رجبة على الظرف والشغلة موجودة في المنتصف طبعا كده الظرف لو لف حصله حاملية دوران الشغلة مش هتدور ليه؟ لأن فيه زومبتين بس سندين إنما أنا بجيب المفتاح ده اسمه مفتاح دوارة ومفتاح الدوارة ده هو اللي بيمسك الشغلة وفيه عمود خارج من مفتاح الدوارة بيتحرك مع الظرف يقوم ينقل حركة الظرف المين؟ ينقل حركة الظرف للشغلة طيب فيه التثبيت باستغنام المخنقة كلمة المخنقة هي ما بتعملش عملية تثبيت هي بتعمل عملية ضبط ولكن ضبط متزن يعتبر تثبيت للشغلة لما تكون المشغولات دي مشغولات طويلة يبقى الشغلة هي مربوطة على الظرف والمخنقة طالما الشغلة طويلة ممكن يحصل لها عدم اتزان يعني تتحرك لأعلى والأسفل نظرا لوجود طولها وإحنا درسنا مع بعض في الميكانيكا إن أنا حندي حاجة اسمها العزم الألم هنا بيأثر بقوة وده طول زراع يبقى ممكن يحصل عزم هنا فإحنا بنركب المخنقة ديت علشان المخنقة تقلل من العزم حنروح بعد كده العوامل اللي واجب مراعتها عند تثبيت المشغولات نمرة واحد قال ليبالغ في الربط حتى لا تتغير شكلها لو أنا بشتغل في معدن طري ممكن لو الربط الجامد يغير شكله يعني يطبقه يعني نمرة اتنين أن تكون المشغولة متزنة اتزانا تاما كررت أنا كلمة اتزان دي مرات كتير قوي نمرة تلاتة قال لي تقل قوة الربط إلى الحد الأدنى يعني بمعنى أصح نمرة ألف ما تربطش جامد تغير شكلها ونمرة جيم ما تربطش قليل وبعد كده الشغلة تتهز وتتحرك من مكانها نمرة دال قال لا يحدث انزلاق نسبي بين دورات الظرف والشغلة يعني الظرف هو بيلف حوالين نفسه والشغلة مربوطة عليه إذا الظرف لف ميت لفة في الدقيقة لازم ألاقي إن الشغلة كمان هتلف ميت لفة في الدقيقة أن يكون هناك انزلاق نسبي بين الشغلة ووسيلة التثبيت علشان يبقى فيه حرية ما بينهم طيب نيجي بعد كده نتكلم عن حاجة اسمها تعشيق نقل الحرقة تعشيق نقل الحركة مستر محمد يعني تعشيق نقل الحركة تعشيق نقل الحركة أنا عندي ظرف المخراطة ده حيلف بعدد سرعات مختلفة والظرف ده وهو بيلف لازم عدد اللفات في الدقيقة يعني سرعته في الدقيقة حتختلف من معدن لآخر وبالتالي المعدن الصلبة قوي حختار له عدد لفات قليل والمعدن المتوسط حختار له سرعة متوسطة والمعدن الطري حختار له سرعة عالية وبالتالي لازم اختار سرعات مختلفة يعني بمعنى أصحي لازم انقل سرعات مختلفة لعمود الظرف طيب هو عمود الظرف أنا عندي مطور متوصل بسيور هو أنا وصل السيور دي من المطور لعمود الظرف ما ينفعش لأن المطور سرعته سابتة بياخد كمية كهربية ويطلع طاقة حركية فالمطور هتبقى سرعته سابتة فناخد الحركة بتاعة المطور الحركة الدورانية ودخلها في مجموعة من التروس بحيث أننا لو عشأت مجموعة من التروس احنا عارفين في الحياة العادية أننا لو عندي مثلا ترسين زي اللي موجودين في العجلة العجلة بتاعتي أنا عندي البدالة رجبة على ترس كبير بتنقل الحركة لترس صغير علشان كده لما بعمل لفة واحدة من الترس الكبير الترس الصغير بيدور عشان لفات يبقى أنا لو نقلت من ترس كبير لترس صغير حزود عدد اللفات حكبر السرعة طب ولو نقلت من صغير لكبير يبقى العكسي يبقى حقل للسرعة طب أنا محتاج سرعات فين يا مستر محمد أنا محتاج سرعات نمرة واحد لعمود الظرف نمرة اتنين لعمود القلوز اللي أنا ححرك به العرب عشان تديني تغذية وتعمل القلوز نمرة ثلاثة لعمود الجر عشان تحرك العربة أثناء التشغيل الأوتوماتيكي عشان نعمل الخراطة الأوتوماتيكي تمام؟ تعالوا نشوف طرق إيه؟ طرق التشغيل نمرة واحد في نقل الحركة بتاعتي حلاقي إن أنا عندي تعشيئة التروس المنزلقة وتعشيئة التروس المنزلقة دي أولاد أنا باشتغلها أو بركبها علشان تديني لظرف المخرطة في الطرف ده تديني ست سرعات مختلفة طب أنا دلوقتي لما حاجي أشتغل أنا لما حاجي أشتغل وأخذ الحركة أنا لو خدت الحركة من العمود الأول ده حاخد من هنا الحركة عن طريق البكرة القائدة اللي وغدالي الحركة الدورانية من عمود المحرج بتاعي لو خدتها على العمود ده العمود ده فيه كم ترس العمود ده فيه ترس وفيه التاني وفيه التالت طبعا أنا اليد اللي موجودة هنا بالبكرة دي بالجريدة المسننة حتبدأ تخليني يا إما عشاء الترس اللي موجود ده مع الترس ده أو عشاء الترس ده مع ده أو عشاء ده مع ده كده يا ولادي يبقى انا خدت كم سرعة الترسين دول حيددوني سرعة والترسين دول حيددوني سرعة والترسين دول حيددوني سرعة يبقى انا كده اقدر اخد تلات سرعات طب مستر محمد انت بتقول ان انا ممكن اخد كم سرعة ممكن اخد ست سرعات طب الكلام ده هيكون ازاي ماهنا التلات تروس دول واحد اتنين تلاتة بيخلوا العمود ده يلف حوالي نفسه لو خدت الحركة من هنا لو خدت الحركة من العمود عن طريق التلات تروس ووصلتها بالترس ده للترس ده للترس ده انا كده حيديني هنا اول سرعة ما هو الترس ده بيدور من على العمود والترس ده بيدور الترس ده والترس ده بيدور العمود والعمود بيدور الترس ده حيدور الترس ده لعمود الظرف يبقى انا كده خدت كام سرعة من الكام ترس من التلات تروس يبقى كده تلات سرعات مال انت مستر محمد بتقول ان انا ممكن اخد ست سرعات ليه اقول لك ليه لان فيه زراع هنا الزراع ده انا لو حركته حعشق الترس ده مع العمود ده يبقى انا حاخد التلات تروس دول بتلات سرعات مع العمود ده ديركت كده على طول يبقى يديني تلات سرعات للعمود يبقى التلات تروس دول يدوني تلات سرعات للعمود ده او ان انا اخد التلات تروس يحركوا الترس ده مع ده مع ده يدوني تلات سرعات تانين يبقى انا كده خدت العمود الظرف ست سرعات طب تعالى بعد كده نشوف طريقة تانية لنقل الحركة الطريقة دي اسمها طريقة التعشيء بتاعة الخبور المنزلق طب هنا مستر محمد ده التروس كلها متصلة ببعض التروس كلها متصلة بايه ببعض انا عندي هنا كم ترس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس تروس متعشقين تحت بخمس تروس ما هو كده العمود ده لو لف العمود ده حيلف بالخمس تروس مرة واحدة لا ما ينفعش ليه انا عندي داخل العمود هنا ده اسمه خبور وفيه رأس للخبورة هي رأس الخبور دي لو تعشقت مع الترس الاولاني فان الترسين دول حيدوروا مع بعض يبقى انا كده خدت اول سرعة لو خدت رأس الخبور ده للترس التاني يبقى الترسين دول اللي حينقلوا الحركة يبقى انا رأس خبور المنزلق ده لو اتحرك وتلامس مع اي ترس من التروس حينقل الحركة ما بين ترسين يبقى انا كده خدت الحركة بتاعتي من ترس للتاني او من ترس للتاني او من ترس للتاني او من ترس للتاني يبقى انا هكده هاخد خمس سرعات للعمود المسنن اللي هو عمود اللي حينقل من المسنن بتاعه ليه الاعمدة بتاعت التشغيل بتاعتي طب تالت طريقة من طرق نقل الحركة تعشيئة نورتن تعشيئة نورتن بص كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى فيه هنا ست سرعات والست سرعات دولت حينتقلوا لعمود الجر عمود الجر ده اللي انا بستخدمه بوعمل معا عملية تعشيئ للعربة عشان تعمل لي الخراطة الطولية او الخراطة العرضية طب ده حيتم ازاي انا عندي اليد دي اليد دي ركب فيها ترسين لو انا رفعت اليد دي الاعلى حعشاء الترس ده مع اي ترس من ستة تروس اللي موجودين لو الترس ده تعشاء مع اي ترس من دول حينقل الحركة للعمود الجر الرئيسي اللي حينقلو للعربة او من داخل العربة للرسمة الطولية وللرسمة العرضية وهكذا تمام يبقى انا كده خد تعشيئة نورتن خد تعشيئة الخبور المنزلق خد ايه تعشيئة التروس المنزلق يبقى انا دلوقتي يا اولاد بقيت عارف ان انا ازاي بعمل عملية الخراطة اللي بقت عندي عبارة عن قلم خراطة وبقت كمان ظرف مخراطة بينقل الحركة الدورانية عرفت ازاي بسبت قلم الخراطة ازاي بسبت المشغولة اللي موجودة عندي عرفت ازاي بنقل الحركة لعمود الظرف او ليه عمود الالووز او ليه العمود الجر الرئيسي ودول حيكونوا بتعشيئات التروس وليه استخدمت تعشيئات التروس عشان اقدر اغير من السرعات لان السرعات دي مهمة فعملية الخراطة لان كل معدن حستخدمه حيكون له سرعة قاطع مختلف طب نخش بقى في حاجة مهمة تانية نوع تاني من المخارط اللي احنا بنستخدمها في عملية الخراطة هي اسمها مخراطة البرج الافقية العامة مخراطة البرج طب انا عارف ان المخراطة العادية هي مخراطة افقية لان المحور بتاعها محور افقي طب انت زودت لها مستر محمد او الدرس تزود عليه كلمة البرج ليه تزود عليه كلمة البرج لان المخراطة بتاعة البرج دي زي ما فيها برج رباعي اقدر اثبت عليه اربع اقلام خراطة مكان الغراب المتحرك حطوا عربة تانية وحطوا عليها برج سوداسي وحطوا عليها برج ايه سوداسي قال له هو مش البرج كان بيتثبت عليه اربع اقلام ايوة ملق البرج السداسي ده برج كمان عشان اثبت عليه وازود عليه ست اقلام خراطة يعني اربعة وست عشرة انا هعمل اي بكل ده بعد اما بقى عندي كمية اقلام الخراطة دي كلها انا اقدر اعمل مجموعة عمليات متتالية زائد ان المخراطة بعد اما كان فيها برج كمان زائد بقيت اقدر اعمل عليها عمليات تفريز يعني اقدر اعمل عليها عمليات تفريز للمجاري بتاعة الخوابير بتاعة التروس اقدر اعمل عليها عمليات تفريز مختلفة يبقى انا هقدر اعمل عليها عمليات الخرطة العادية اللي هي الخراطة الوجهية والخراطة الطولية وخراطة المسلوب هقدر اعمل عليها عمليات تفريز هقدر اعمل بالبرج السداسي عمليات سند زائد ان كم الاقلام اللي انا بركبه على مخراطة البرج دي هيساعدني ان انا اعمل عمليات متتالية يعني لو عندي شغلة واحدة هعمل عليها خراطة وجهية وخراطة طولية وخراطة مسلوبة الخلة. وهعمل عليها الووز. وهعمل عليها مجرى. تفريز. وهعمل فيها الووز مسلس والووز مربع في جزء تاني. يعني مجموعة من العمليات حسبت الاقلام بتاعتي كلها. وابدأ اعمل العمليات بشكل متتالي. وبالتالي هيكون من ميزة المخرطة. عملياتها المتتالية انها هتفدني في الانتاج الكمي. مش كل شغلة هركبها هاعد اغير الم والتاني والتالت. لا دهنا حقدر اشتغل بالاقلام كلها في عمليات متتالية لغاية ما الشغلة تخلص. يبقى حقدر اطلع كمية مشغولات. يعني انتاج كمي في وقت قليل. يلا بينا نشوف اجزاء المخرطة. يلا بينا. مخرطة البرج الافقية العامة. استعمالات المخرطة بتعمل الخراطة الخارجية والداخلية. بتعمل سقب وتنعيم للسقوب. زائد انها بتعمل الخراطة المسلوبة الداخلي والخارجي. نمرة اربعة بتعمل خرط الاسطح الجانبية. اللي هي الوجهية يعني. نمرة خمسة بتعمل بعض عمليات بعض عمليات التفريز مش كل عمليات التفريز. نمرة ستة بتعمل عمليات القلقوز الخارجي والداخلي. نمرة سبعة بتعمل التنعيم باستخدام التجليخ. يبقى عمليات اي او العمليات اللي انا بعملها على مخرطة البرج هي نفس العمليات اللي انا بقدر اعملها على المخرطة العادية. ولكن بيزيد عليها ايه؟ نمرة واحد اننا نقدر اعمل عمليات تفريز. نمرة اتنين اننا نقدر اعمل عمليات تجليخ. يبقى كل العمليات اللي فاتت دي اللي هي عمليات الخراطة الخارجية وعمليات الخراطة الداخلية السقب وتنعيم السقوب الخراطة المسلوبة في الداخلي والخارجي خراطة الأسطح الجانبية عمل القلوزات خارجي وداخلي كل دي عمليات كانت بتتم على المخراطة العادية إنما العمليات دي حتزيد بعملية التفريز وعملية التجليخ طيب أهم الأجزاء بتاعت مخراطة البرج طبعا مخرطة البرج هنا عندي البرج السداسي ده اللي احنا زودناه بعدما كان عندي البرج الايه البرج الرباعي وطبعا البرج الرباعي ده كان موجود عندي في الرسمة العمودية اللي هي بتتحرك عمودي على محور التشغيل نمرة اربعة الظرف بتاع المخرطة والظرف ده زي ما هو موجود في المكينة الافقية العادية موجود برضو في مكينة البرج الافقية العام نمرة خمسة وده الغراب السابت والغراب السابت ده اللي خارج منه عمود الحركة لظرف المخرطة وفي نفس الوقت الغراب السابت اللي بيحتوي على صندوق التروس اللي بنقل منه السرعات زي تركيبة التروس المنزلقة اللي احنا شفناها من شوي نمرة ستة صندوق تروس التغذية وصندوق تروس التغذية ده بياخد الحركة من صندوق السرعات اللي موجود في الغراب المتحرك وبيينقله ليه عمدة الحركة اللي موجودة عندي علشان تحرك للعربة حركة أوتوماتيكية نمرة سبعة عربة البرج السوداسي اتفقنا مع بعض ان انا عندي برج رباعي وبرج سوداسي البرج الرباعي موجود على العربة والبرج السوداسي برضو موجود على ايه؟ على عربة نمرة تمانية الفرش الفرش ده اللي هو يعتبر الهيكل الرئيسي اللي موجود عندي في الاسفل اللي متسبت عليه كل اجزاء المخرط نمرة تسعة العربة بتاعة البرج الرباعي نمر عشرة عمود الجر عندي هنا عمود اللي هو عمود الجر اللي حيخلي العربة بتاعت البرج الرباعي أو العربة بتاعت البرج السداسي تبدأ تتحرك حركة أوتوماتيكية أو أننا لما حشغل بها حركة أوتوماتيكية ممكن نعمل بها عمليات خرط أو دلوقتي بقى عمليات كمان إيه تفريز محدودة مش عمليات تفريز كم نمر عشرة عمود الجر الحركة التقدم والرجوع نمرة 12 عمود جر الزلاقة بتاعة البرج السوداسي طيب أنا دلوقتي وطبعا عندي المحرك اللي بيديهم كلهم الحرك عندي بعد كده مزايا مخراطة البرج الأفقية العامة نمرة 1 إنها اقتصادية في الانتاج قلتلك وعرفتك إن أنا دلوقتي المخراطة دي بتعمل عمليات تفريز بتعمل عمليات خراطة بكل أنواحها زائد إن أنا عندي برج رباعي وبرج سوداسي يبقى حقد أركب مجموعة من الأقلام حتوصل لعشر أقلام من خلال العشر أقلام حعمل مجموعات من العمليات المتتالية يبقى بالتالي حعمل إنتاج غزير في وقت قليل لأن أنا مش هحتاج إن أنا أغير أقلام الخراطة نمرة 2 بتصلح للإنتاج الغزير من ناحية التشغيل عشان الأقلام كتيرة إمكانية استخدام عدد كبير من العدد القاطعة اللي إحنا شرحناه وكررناه كل المزايا دي كان سببها عدد القطعة اللي موجودة بعدد كبير فحتعمل لي مجموعات من العمليات الكتيرة متتالية مش هحتاج إن أنا أفك أداة قطعة وركب أداة تانية نمرة 4 بتعمل تشكيل أدق للمشغولات المعقدة لأن أنا ممكن استخدم أي مجموعة وأي أشكال من الأقلام اللي موجودة عندي إمكانية إجراء عمليات قطعة مختلفة متعاقبة وفي وقت واحد يعني ممكن يبقى عندي الألم اللي موجودة على البرج الرباعي بيعمل عمليات قطعة وألم كمان من البرج السداسي بيعمل عمليات قطعة واللي اتنين في وقت واحد زائد إن أنا ممكن أعمل عمليات متتالية أغير الألم وأشتغل يبقى كل الحاجات دي اللي هي اقتصادية في الانتاج الغزير بتصلح للانتاج الغزير من ناحية التشغيل إمكانية استخدام عدد كبيرة أو كبيرة العدد أو عددها كبير عشان تعمل دون الحاجة الحاجة إلى فك وتركيب تشكيل أدق للمشغولات المعقدة إمكانية إجراء عمليات قطعة مختلفة ومتعاقبة نيجي بعد كده نشوف انتقال الحركة أنا علشان ننقل الحركة أولاد عرفنا أننا لازم أعمل عملية نقل للحركة ونقل للحركة ده لازم يكون بزيادة في السرعة أو يكون بتقليل في السرعة لازم يكون بزيادة في السرعة أو بتقليل في السرعة ليه؟ لأننا المحرك الكهرابي اللي موجود عندي ممكن يكون المحرك الكهرابي ده بيوصل لحركة ألف لفة في الدقيقة. الف لفة في الدقيقة. ايوة. ممكن الف لفة في الدقيقة او الف وخمسمائة لفة. وممكن يكون خمسمية بس. طب ان الف لفة في الدقيقة دي ممكن اعمل بيها عملية تشغيل او ممكن اعمل عملية عملية تشغيل بس هيحصل لي اجهاد لقلم القطع. وهيحصل لي اجهاد لمعدن المشغولة. تمام? وهيحصل لي اننا الشغلة بتاعتي التشطيب بتاع السطح اكيد مش هيكون تشطيب جيد. وبالتالي لازم مخفض السرعة السرعة اه مطلوبة في بعض المعادن اللي حتكون طرية بس مش بالالف لفة في الديقة طيب والسرعة بتاعتي هل حتبقى مطلوب انها تكون قليلة اه حتبقى تكون قليلة في المعادن الصلبة والنشفة يبقى انا لازم اعمل زيادة في السرعة في اوقات وتقليل في السرعة في اوقات طبا مستر محمد واحنا دلوقتي لما نيجي نعمل عملية تزويد للسرعة هل تزويد السرعة ده ممكن يكون بالسيور في المخرطة ما ينفعش يكون تزويد السرعة او تقليل السرعة بالسيور ليه لان السيور من عيوبها انها بيحصل لها انزلاق يعني ممكن يحصل انزلاق من السر الاضطرة اللي بيانيلاع الحركة وبالتالي السيور حتكون مستبعدة وما لانقل بايه انقل بالتروس طب انا لما حنقل الحركة بتاعتي مستر محمد انت قلتنا لان انا الجنزير بتاع العجلة لما بينقل من ترس كبير لترس صغير بيزود السرعة ولو من ترس صغير لترس كبير حيقلل السرعة التروس هتعمل ازاي التروس عندي مجموعة من الاسنان ترس في مجموعة من الاسنان و ترس في مجموعة من الاسنان الترس ده عدد تروسه قليل نفترض وعشرين وده ترسى عدد أسنانه كبيرة نقول ستين لو ده القائد بينقل للمنقاض يعني القائد عدد أسنانه قليلة والمنقاض عدد أسنانه كبيرة يبقى ده القائد بينقل لده يبقى ده سرعته كبيرة يبقى ده سرعته هتبقى قليلة إنما لو القائد هو اللي سرعته كبير عدد أسنانه كبيرة والمنقاض عدد أسنانه قليلة لما القائد ينقل للمنقاد يبقى الصراحة تعلم تاني ده ترس صغير ده ترس صغير وده ترس كبير ده عدد أسنانه قليل وده عدد أسنانه كتير لو ده اللي عنده الحركة الرئيسية هو بينقل للمنقاد يبقى الصغير لما ينقل لكبير الصراحة تقل إنما الكبير لما ينقل حركته للصغير يعني ده يبقى القائد وده المنقاد يبقى السرعة حتزيد يبقى أنا دلوقتي ممكن أزود السرعة وممكن أقلل السرعة جميل جدا طب هم هيبقوا ترسين بس لا ممكن يبقوا عندي مجموعة من التروس بحيث أن أنا أغير ما بين التروس بحيث أن أنا ما يبقاش عندي سرعة أو اتنين بس في المخراط لا ده أنا ممكن أشتغل لغاية ما يبقى عندي 18 سرعة 12 سرعة علشان أكبر عدد السرعات المتاحة علشان اختلاف المعادن المتاحة اللي موجودة عندي ده احنا بنشتغل في معادن زي الألومنيوم بسبائكها يعني ممكن يطلع ألومنيوم طري العادي إن خام الألومنيوم معدنه طري وممكن يبقى متوسط وممكن يبقى ناشف على حسب السبيكة اللي اتعامل منها ممكن يبقى عندي نحاس والنحاس برضو معدن عمتا طري المعدن النحاس الخام اللي هو النحاس الأحمر طري إنما النحاس الأصفر والبرونز ناشف يبقى فيه طري ومتوسط وناشف طب والحديد عندي حديد طبعا إحنا عارفين إنه ناشف ففيه عندي حديد بتكون النشفية بتاعته قليلة أو مرتفعة وعرفنا كده طبعا في مادة علم المواد لما قلنا في مادة علم المواد إن أنا عندي نسبة الكربون في الحديد لما بتعلى المعدن الحديد صلابته بتزيد ونسبة الكربون لما بتقل صلابته بتقل يبقى أنا لازم يكون عندي مجموعة من السرعات طب مجموعة السرعات اللي أنا حنقلها حنقلها بس لظرف المقرطة لا ده إنه لازم نقلها لظرف المقرطة ولازم أخذ من صندوق السرعات اللي موجود وبينقل لظرف المقرطة لازم أخذ منه لصندوق السرعات اللي بينقل الحركة الأعمدة التشغيل اللي بتحرك العربة وبالتالي لازم يبقى عندي سرعات للظرف وسرعات للعربة طب وسرعات العربة دي تيجي من المطور لا سرعات العربة لازم تيجي من العمود اللي بيحرك ظرف المخرطة ليه يا مستر محمد؟ علشان ظرف المخرطة عندي لو بيدور بسرعة عالية تكون السرعة اللي بتتحرك بها العربة حركة متنسبة مع سرعة الظرف ولو العمود الظرف بيتحرك حركة بسيطة لازم حركة التغذية اللي بتتحرك بها العربة تكون متنسبة معاه علشان ما تبقاش سرعة عالية في الشغلة اللي مربوطة على الظرف وسرعة عالية برضو في التغذية لازم تكون واحدة متناسبة مع الايه؟ مع التاني تعالوا نشوف مع بعض حننقل الحركة للظرف والاعمدة التغذية ازاي معايا هنا انتقال الحركة من المحرك الى عمود الظرف بصوا كده ده المحرك بتاعي المحرك بينقل الحركة من الطنبورة اللي رجب على عمود المحرك الى طنبورة رجب على العمود اللي انا بشتغل منه للتروس لو تبص كده اول ترس متركب معايا على العمود عن واحد ده الترس رقم واحد والترس رقم واحد بيد الحركة بتاعته للترس رقم اتنين طب رقم اتنين متوصل على عمود تاني يبقى حيدي للترس رقم تلاتة طب بص معايا الترس رقم 3 ده حيدور العمود ده اللي اسمه عينة 4 لما العمود عينة 4 أنا لغاية دلوقتي كل السرعات اللي طلعت من المحرك وصلت للطنبورة اللي رجب على أول عمود عندي اللي بيديني أول حركة من 1 ل 2 ل 3 تمام؟ وبعد كده وصلت للترس ده اللي هو الترس رقم 8 وبعد كده 9 و 10 و 12 تمام؟ بص معايا أنا العمود ده دور لي 3 تروس عمل إدارة ل 3 تروس عمل إدارة لكم ترس؟ عمل إدارة ل 3 تروس طيب 3 تروس بتوعي دول لما أنا حاجي دلوقتي وأعمل لهم عملية إدارة حلاقي إن أنا بأخذ الحركة بتاعتي من 3 تروس لترسين تانين وترسين تانين يوم يديني مجموعة من السرعات طب تعال كده شوف عندي أنا عندي هنا العمود الرئيسي اللي موجود اللي بيتحرك عليه ظرف المخرطة وعمود الظرف ده هو واخد أصلا حركة رئيسية من المحرك عن طريق مجموعة من التروس فأنا هنا ممكن أخذ الحركة من عمود الظرف الترس الأولاني رقم واحد للترس الثاني رقم اثنين وبالتالي العمود عين ستة ده حيكون بيدور حوالي نفسه طب لما يدور حيدور معاه الترس ده اللي هو 3 و5 أنا طبعا ما ينفعش أدور ترسين على عمود واحد في وقت واحد فأنا حخلي يا إما الترس رقم 3 يتعشق مع الترس رقم 4 أو الترس رقم 5 يتعشق مع الترس رقم 6 وبالتالي العمود عين سبعة حيدور حيدور بكم سرعة يا إما السرعة اللي جاية من 3 و4 أو السرعة اللي جاية من 5 و6 يبقى كده ممكن العمود عين سبعة يدور بسرعتين اثنين جميل خلي بالك أنا قلت الغادة لوقتي عندي سرعتين على العمود ده ممكن أخذ السرعة اللي جاية من 4 وممكن أخذ السرعة اللي جاية من 6 العمود عين سبعة بيدور يبقى حيدور عندي العمود الترس 7 هيدور الترس 8 وحيدور معايا العمود ده يبقى الترس 9 هيدور كده أنا لسه بدور بأحد السرعتين اللي موجودين من الترس 6 أو الترس 4 نيجي هنا بقت الحركة وصلة معايا على العمود ده وصل 9 بعشر والترس 10 وصل ب11 رحمة ديني سرعة على العمود عين 8 العمود عين 8 موجود عليه كم ترس آه موجود عليه 3 روس 12 و 14 و 16 الـ 12 و 14 و 16 الـ 12 ده ممكن يدور بكم سرعة آه شوف هو كان جايله من فوق كم سرعة كان جايله سرعتين يبقى 12 ده ممكن يدور بسرعتين و 14 ممكن يدور بسرعتين والـ 16 كمان ممكن يدور بسرعتين يبقى ده سرعتين سرعتين وسرعتين وسرعتين يبقى عندي ست سرعات يبقى عندي كم سرعة ست سرعات طيب خلي بالك معايا انا جبت من العمود الرئيسي هنا سرعتين دورت بيهم الثلاث تروس دول ست سرعات طيب الثلاث سرعات دول بقى انا ممكن هنا يتعشق معايا اتناشر وثلاثتاشر او اربعتاشر بخمستاشر او ستاشر بسبعتاشر يبقى دول تلاتة تلات سرعات ودول اصلا كان جاي بيهم ستة يبقى تلاتة في ستة بطمنتاشر ايه بطمنتاشر سرع يبقى انا دلوقتي حقدرانقل من عمود الظرف لعمود التغذية كم سرعة طمنتاشر سرع خلي بالك تعال اعددهم كده هنا تلات سرعات وهنا تلات سرعات يبقى ستة ماشي الستة دول ممكن يتنقلوا هنا بتلات سرعات تمام يبقى تسعة اللي اتنين في تسعة بكام اللي فوق هنا اللي جم من الترس رقم اربعة يبقى انا عندي اللي اتنين في تسعة بطمنتاشر بصتوا كده تلاتة وتلاتة ستة ستة وتلاتة تسعة اللي اتنين في تسعة بكام بطمنتاشر يعني انا اخد من هنا سرعتين يودوا للتروس دول ست سرعات السرعتين دول لاي ترس من دول كل ترس منهم ممكن ياخدوا سرعتين التلاتة دول ياخدوا من هنا يبقى 2 في 3 ب 6 سرعات ال 6 دول ممكن يتنقلوا يا إما هنا أو هنا أو هنا يبقوا دول يتنقلوا 6 سرعات خد بقى ال 6 سرعات دول ممكن تاخدهم مع الترسين دول اللي هم 18 و 19 20 21 22 23 يبقى أنا عندي 3 و 3 6 6 و 3 9 في 2 ب 18 يبقى أنا ممكن أخد في عمود التغذية الأوتوماتيكي للبرج ممكن أخد معه 18 سرعة يبقى أنا لما أجي أشرح أقول وتتمكن هذه الطريقة من الحصول على 18 سرعة للتغذية تنتقل من عمود الظرف إلى عمود التغذية بتاع العربة عن طريق 7 أعمدة و 12 إيه و 12 ترس طب أنا البرج السوداسي عندي البرج السوداسي ده أولاد احنا قلنا أن البرج السوداسي حقدر أركب عليه ستة أقلام طب الستة أقلام دول حيبقوا ألم عمودي كده على المحور وألم مايل بزاوية ستين وما قايم مايل بزاوية ستين وألم مايل بزاوية ستين ستة أقلام في ستين ستة في ستة بتلتمائة وستين درجة بس أنا محتاج بعد أن ما خلص الألم ده أعمل عملية إدارة للبرج علشان الألم التاني يتجه للشغلة وبعد أن ما خلص محتاج أن أنا أعمل عملية إدارة للبرج عشان الألم التالت ياتجه للشغلة وبالتالي أنا علشان أتحرك من ألم لألم محتاج أن أنا أحرك البرج بتاعي ستس لفة يتحرك ستس إيه؟ لفة ليه ستس لفة؟ مش هو البرج ده برج سداسي يعني لو يستة أوجه وسكل وجه يركب عليه ألم يبقى أنا علشان أحرك وجه يبقى محتاج أحرك ضلع من المسدس ضلع من الإيه؟ من المسدس يبقى أنا محتاج أحرك البرج السداسي ستس لفة الستس لفة دي اللي هي كام؟ اللي هي ستين درجة يعني يبقى أنا في الحالة دي لو البرج عندي راكب على ترس محتاج أن الترس ده يكون له ست أسنان وكلما حرك سنة ألم من اللي فوق فوق البرج يتحرك متجه للشغلة كلما حرك سنة ألم من البرج يتجه للشغلة كلما حرك سنة ألم للبرج يتاجي للشغلة بس هو الترس اللي تحت اللي حيبقى متحمل عليه البرج السوداسي ما هو الترس ده ممكن يتحرك لوحده طب أنا لازم أعمله عملية ربط ما بين كل سنة والتانية لازم أعمله عملية ربط ما بين كل سنة وإيه والتانية تعالوا نشوف مع بعض حنتلافة موضوع حركة البرج إزاي بيقول لي هنا طريقة إدارة البرج السوداسي لو تلاحظوا معايا هنا ده ده ترس وله ست أسنان الست أسنان دول أنا ممكن البرج يلف معانا في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يبقى الترس لو لف كده الجزء ده جزء منزلق ودي ريشة وده ياي فأنا الجزء المنزلق ده حيضغط على الريشة يتحرك وبعد أما يتحرك حيتصدر وجه السنة للريشة يبقى أنا كلما حلف دي ست سلفة كده أو حبد أحركها الريشة دي هتعدي سنة وتقف قدامها ألف كمان ست سلفة فالريشة هتعدي السنة اللي بعدها وتقف قدامها وبالتالي السن المجموعة الأسنان دي الريشة هتحرك سنة كل مرة وبعد أما تحرك سنة الترس ده مربوط معاه الشكل ده هيجي هنا هيبقى عندي سقاطة السقاطة هنا هتسقط في الفراغ اللي موجود في السنة فتعمل عملية تسبيت للبرج السوداسي يبقى أنا دلوقتي عندي ترس فيه ستة أسنان وعندي ريشة بإصبع أو بمخلب يعني وبعدين عندي ياه علشان يسيب المخلب ده يتحرك حركة كل ما ينضغط عليه كل ما هحرك الترس ده سنة هتعدي من الريشة والريشة هتسبتها كل ما هلف الترس ده سنة هتتحرك هتتعدي من الريشة وبعدين واجههاي سبتها وتحصل هنا عملية لإيه التسبيت يبقى أنا كل مرة بحرك فيها بحرك ستس لفة بس بحرك ستس لفة بس يبقى أنا كده كل مرة هحرك ستس لفة يبقى هتجيب لي ألم من الست أقلام اللي موجودين عندي طب أنا دلوقتي وانا شغال على مخرطة البرج الأفقية العامة أو على أي مخرطة لازم يكون عندي احتياطات أمان نمرة واحد ما غيرش سرعاته المكان شغالة نمرة تلاتة أتأكد من ربط المشغولات جيدا نمرة اربعة أتأكد من ربط الألم جيدا نمرة خمسة إن أنا أتأكد إن الفرش بتاع المخرطة مع لهوش أي رايش أو معدات أو مشغولات أتأكد إن أنا اخترت سرعة القطع اللي تنفع معايا للمعدن أتأكد إن أنا اخترت عمق قطع جيد ينفع المعدن أتأكد إن أنا خدت تغذية جيدة نفعل إيه؟ المعدن تعالوا نشوف مع بعض أخر حاجة معنا احتياطات الأمان اللي واجب مراعتها على مخرطة البرج الأفقية العامة نمرة واحد ألا يبدأ العامل بعمل جديد دون الإلمان بالتعليمات والإرشادات لازم أكون عارف كل التعليمات والإرشادات اللي موجودة على المكنة قبل ما اشتغل عليها نمرة اتنين يراعى رفع أو تثبيت القطع التي يزيد وزنها عن 20 كيلو جرام بمساعدة وسائل ميكانيكية يجب تثبيت المشغولة وقلم المخرطة تثبيتا جيدا والتأكد قبل التشغيل قبل التشغيل الكهربي يجب التأكد من الأزرع مراعاة وجود فاصل للطيار أثناء التشغيل كده أولاد احنا خدنا كل الأجزاء اللي موجودة فيه منهج الخرط بالنسبة للمخرطة الأفقية وبالنسبة لمخرطة البرج وطبعا كلها مرتبطة بعمليات التشغيل اللي فيها إزالة رايش ومن ضمن العمليات انتظرونا في الحلقة القادمة والى ان نراكم على خير نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته